كالحج لمن استطاع إليه سبيلا هكذا علق طلاب في مناطق الشمال السوري على رسوم التسجيل في الجامعات الحكومية والخاصة والتي شهدت ارتفاعا لا يطيقه معظم الطلاب مجلس التعليم العالي في الحكومة السورية المؤقتة أعلن بدأ قبوله طلبات التسجيل في كليات جامعة حلب ومعاهدها وبارتفاع ملحوظ للرسوم عن العام الماضي إذ بلغ رسم التسجيل في الكليات الطبية 300 دولار بعد أن كان 250 و500 دولار للتعليم الموازي بعد أن كان 300 هذا الارتفاع انسحب أيضا على جميع الكليات والمعاهد في الجامعة ارتفاع الرسوم قوبل بحالة من الاستياء بين الطلاب وأهاليهم مشيرين إلى أن التفاضل بين الطلاب لم يعد بعلاماتهم وتفوقهم بل بما يملكونه من مال مما حول الجامعة من مشروع تعليمي إلى تجاريا على حد وصفهم أساتذة جامعيون شارك الطلاب تذمرهم من ارتفاع الرسوم أيضا وفق ما نقله موقع تلفزيوني سوريا رئيس جامعة حلب عبدالعزيز الدغيم علل ارتفاع الأقصاط بما وصفه حاجة للجامعة إذ إنها تعتمد على الدعم المقدم لها من الجهات المانحة بنسبة 35% فقط في حين تغطي الرسوم والأقصاط التي تحصل عليها من الطلاب النسبة الكبرى من النفقات موضحا أن الجامعة لا تتلقى دعما من الحكومة السورية المؤقتة وأن افتتاح فروع جديدة في الجامعة يتطلب مبالغ مالية كبيرة زيادة الرسوم السنوية لم تقتصر على جامعة حلب بل امتدت إلى جامعة إدل بايضة إذ وصف طلابها أقصاطها بالكبيرة وأنهم يحرمون من تأدية امتحاناتهم حال عدم إيفائهم بالأقصاط وسط تلويح من جامعة خاصة بزيادة الرسوم السنوية المرتفعة في الأصل كجامعة ماريو وسواها فهل تتحرك الجهات المانحة؟ وتلك الحكومية لمساعدة طلاب أصبحوا عاجزين عن تحقيق أبسط حقوقهم وأحلامهم في إتمام التعليم الجامعي